رياضية المفصلة من الميادين السلام عليكم انطلاقة صاخبة لموسم سباقات الفورمولا 1 حلبة ألبرت بارك في أستراليا شهدت تتويجة نيكو روزبرغ وصعود متسابقين للمرة الأولى إلى المنصة مشاكل بالجملة للمرشحين الأوائل بينهم بطل العالم التفاصيل في هذا التقرير خالف الألماني نيكو روزبرغ التوقعات وأحرز أولى سباقات فورمولا 1 هذا الموسم سائق ميرسدس استفاد من خروج المرشحين ليتوج بالجائزة الرابعة في تاريخه 14 سيارة أنهت السباق من أصل 22 الغالبية لم تتكيف مع التعديلات الجديدة التقنية والميكانيكية إضافة إلى الإنسيابية أملا في كسر الهيمنة المطلقة للألماني سباستيان فيتال في المواسم الأخيرة الحوادث بدأت في المناطف الأول فخرج سائق ويليامز البرازيلي فليبي ماسا البريطاني لويس هاملتون سائق ميرسدس الثاني انطلق من المركز الأول وبناء على رسالة عبر الراديو انسحب من اللفة الرابعة لمشاكل ميكانيكية بطل العالم الألماني سباستيان فيتال لاقى المصير نفسه سائق الريتبول عانى من مشاكل في المحرك ليودع السباق مبكرا الأسترالي دانيل ريكاردو زميلو فيتال تعلق في سباقه الرابع والخمسين ليصعد منصة التتويج للمرة الأولى لكن الإنجاز سرعان ما تبدد لمخالفته لوائح الوقود الدنمركي الصاعد كيفين ماجنس سائق مكلارن للجديد سيعتبر في المركز الثاني بينما سيتقدم زميله في الفريق جونسون بطن بطل العالم السابق إلى المركز الثالث وبالتالي سيعزز صدارة فريقه للصانعين فريق الريتبول أكد أن أجهزة قياس تضفق الوقود الخاصة بالاتحاد الدولي شهدت الكثير من التذبذب طوال أيام السباق سيتقدم الفريق ومعه رنو بطعن لأنهما على ثقة بالتزامهما تماما باللوائح فريق فراري بسائقها الإسباني فرناندو ألونسو والفنلندي كيميرايكونن قدم سباقا متواضعا ألونسو حل خامسا بينما جاء رايكونن الثامن لم يرحم ليفربول مضيفه منشستر يونيتد الرادس قال كلمته في أولد ترافرد وعمق جراح الشياطين الحمر بثلاثيات نظيفة ثلاث مواجهات من نقطة لجزاء جماعة ستيفن جرار مع الحارس ديفيد خيا القائد ترجم ركلتين بنجاح وارتدت الثالثة من القائم الأيمن وتكفل الأورجوياني لويس سواراز بالهدف الثالث ليفربول رفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بعد الأسبوع الثلاثين من البريمير ليج يملك أفضلية مبارتين ويتخلف بأربع نقاط عن المتصدر تشلسي صاحب أفضل خط هجومي في الدور الممتاز ضمن الوصافة هذا الأسبوع بغض النظر عن نتيجة دوربي شمال لندن الجارية في هذه الأثناء بين مطارده أرسنال ومضيفه توتنام الخسارة أكدت غياب كتيبة ديفيد مويس عن دور أبطال أوروبا الموسم المقبل وجمدت رصيدها عند 48 نقطة في المركز السابع فرحة مزدوجة عاشها كريستيانو رونالدو بتسجيله الهدف الوحيد لريال مدريد في مرمى مالاقا النجم البرتغالي بات أول لاعب في التاريخ الليجة يسجل 25 هدفا في خمسة مواسم متتالية وشهد الموسم الأول للدون تسجيله 26 هدفا في الدوري أتبعه بأربعين فستة وأربعين ووقع في الموسم الرابع أربعة وثلاثين هدفا وقبل عشر جولات على انتهاء الموسم يملك ميسي إمكان معدلة إنجاز صاروخ ماديرا صاحب الخمس عشرة إصابة عليه تسجيل عشرة أهداف لمشاركته الإنجاز بين 293 يورو و4500 تراوح أسعار تذاكر مباراة الكلاسيكو المرتقبة في الثالث والعشرين من الجاري ريال مدريد نشر الأسعار عبر موقعه الرسمي حسم بنسبة 20% قدمه النادي الملكي إلى أعضائه الراغبين في شراء التذاكر المباراة المقررة ضمن الجولة التاسعة والعشرين تشهد إقبالا كبيرا وتتضاعف أسعار البطاقات في السوق السوداء لتصل بعضها إلى أكثر من عشرة آلاف يورو خمس نقاط من تسع مباريات تفصل باير ميونيخ عن رقم تاريخي جديد لنحية حصد لقب البونتسليجا في أقل عدد مراحل ممكنة الفريق البفاري حقق فوزه السابع عشر تواليا على حساب ضيفه باير لفيركوزن بهدفين لواحد بطل أوروبا والعالم خضى لقاءه الأول بعد استقالة رئيسه أولي هونيس بايرن اقترب أكثر من التتويج بلقبه الرابع والعشرين في الدوري الكرواتي ماريو منزو كيتش وباستيان جفانش تايجر سجلا هدفي بايرن وحفظ شتيفان كيسلينغ ماء وجه لفيركوزن الهابط إلى المركز الرابع على ملعب سينيال إيدونا بارك أنهى بوروسيا منشين جلادباخ قطيعة مع الانتصارات امتدت تسعة مباريات جلادباخ أسقط مضيفه بوروسيا ديرتموند بهدفين لواحد الفوز جاء بنكهة لاتينية سجل له البرازيلي رفيال أراوغو والفينزويلي خوان أرانغو وصيف بطل أوروبا حفظ على مركزه الثاني على الرغم من الخسارة تجمد رصيده عند 48 نقطة ويتقدم مطارده شالكي بمقطة واحدة وقبل استكمال النشران جول مع محمد جرادي وأبرز مواردة في الصحف اليوم الرياضية إليك محمد شكرا جزيلا سلام عليكم مشاهدين نبدأ جولتنا مع صحيفة أس الاسبانية والتي أبرزت خبر توجيه المفوضية الأوروبية اتهاما لإدارة ريال مدريد بالفساد وجاء في الخبر أن قطعة الأرض التي ستشهد توسيع ملعب سانتياغو بيرنبيو تم الحصول عليها عبر تسهيلات غير قنوية من مجلس بلدية العاصمة وبسعر ينطوي على أهدار في الخزينة العامة ومنح نادي شهرا واحدا للرد على الاتهامات إسبانيا أيضا وصحيفة سبورت الكتالونية كشفت أن شركة إلكترونيات هندية تعاقدت مع مهجم برشلونة ليون المسي لطرح لوحات ذكية تابلت باسمه وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تحاول الاتسفادة من الشعبية الكبيرة للأرجنتيني في تسويق منتجها الجديد إلى إنجلترا وصحيفة دايلي ميل التي نشرت تقريرا عن المباراة الرقم ألف للمدارب أرسن فينجر في البريمير ليج الصحيفة أبرزت عنوانها أن فينجر غير الكرة الإنجليزية لكن كيف سيمضي عليه موسم آخر من دون الحصول على أي لقب عربيا صحيفة سوبر الإماراتية ومراسلها السعودي كشف عن تكتل أندية كرة القدم في بلاده من أجل إسقاط الاتحاد الحالي برئاسة أحمد عيد واتهمت الفرق مجلس الإدارة بالإخفاق طولا وعرضا نخدم مع صحيفة أشروق التونسية التي نقلت أن المدرب الجديد لمنتخب الصين الفرنسي ألا بيران اختار الحارس الدولي الأسبق علي بومنيجل ليكون مساعدا له وذكرت الصحيفة أن بومنيجل سوق له العمل مع برايب بنى تدريبه مصلال القطري في العامين الماضيين مع صحيفة أشروق التونسية نصل إلى ختم هذه الجولة عودة لمتابعة النشرة شكرا لك محمد ونكمل مع أخبار كرة القدم بعد مسيرة مظفرة بالألقاب ريفالدو يضع حدا لمسيرته الكروية كلاعب ويعلن اعتزاله النجم البرازيلي أعلن قراره بحزن شديد ابن الحديث والأربعين عاما شكر كل من دعمه في مسيرته التي شهدت تتويجه بموديال 2002 الرحلة الممتدة 24 عاما شقها فيتور بوربا فريرا بنجاح أفضل لاعب في العالم عام 99 سبق له أن لعب لأربعة عشر فريقا بين البرازيل وإسبانيا وإيطاليا واليونان وأوزبكستان وأنجولا ويشغل ريفالدو حاليا رئاسة نادي موغي ميريم المنافس في دوري باوليستا الجزائري الجمال بالماضي مدربا للمنتخب القطري لكرة القدم حتى عام 2018 نجحت بالماضي في قطر شدت أنظار رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة الفاني المدرب السابق للإخوية ظفر بلقب الدور مرتين في أول ظهور له في دور النجوم وتوجب الماضي بعدها مع المنتخب الرديف ببطولة غرب آسيا أهدف عدى تحت مجهر المدرب الجزائري الأبرز هو الوصول إلى موديال 2018 ونهائية أمم آسيا العام المقبل والمنافسة على كأس الخليج الثانية والعشرين لم يصمد الهدف الرائع للاعب الرمث الأردني سليمان السلمان في مرمى العربي أكثر من أسبوع واحد بسرعة رد السوري معتز صلحاني بهدف أروع وللمفارقة في مرمى الرمثة هذه المرة لعب الوحدات أرسل كرة ساقطة بكعبه من مسافة بعيدة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من دور المناصير الهدف الخيالي المسجل في دقيقة الحادية والخمسين اشتاح منتديات كرة القدم العربية ومواقع التواصل الاجتماعي في عالم التنس نهائي سأري يجمع ديوكوفيتش مع فدرير في انديان ويلز الأمريكية ورادفانسكا تلاقي بنيتا في ختام نسخة السيدات من أولى دورات الألف نقطة للماسترز هدفان يضعه مصربي نوفاك ديوكوفيتش نسب عينيه هذه الليلة المصنف ثانيا يدخل مواجهة السويسري روجي فدرير لتعويد خسارته في دبي ونيل أول ألقابه هذا العام نولي بات على بعد خطوة واحدة من ثالث ألقابه في الدورة بعد عامي 2008 و2011 آخر المحطة نحو النهائي كان الأمريكي جو إسنر نوفاك واجه صعوبة في تخطي عقبة صاحب الأرض والجمهور السربي خطف المجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة المصنف الثاني عشر فرض التعادل في الثانية قبل أن يحسم ديوكوفيتش المجموعة الأخيرة ويحجز مقعده في النهائي لقاء لن يمر مرور الكرام أمام السويسري العائد بقوة إلى مستوى سعيا وراء ألقابه الخامس في إنديانا ويلز فدرير اكتسح في المربع الذهبي الأوكراني أليكساندر دولغو بولوف المصنف سابعا وجه رسالة غير مباشرة إلى غارمه الإسباني رفاييل نادال روجي أقصى بسهولة المصنف ثامنا وعشرين المتسبب بتوديع المتادور المنافسات كفة المواجهات التاريخية ترجح لمصلحة فيدرير الأرقام تصب في مصلحة ثالث لاعب في التاريخ من حيث عدد الألقاب حامل ثمانية وسبعين لقبا فاز في سبع عشرة مواجهة مقابل خمس عشرة لمنافسه نسخة السيدات لم تكن أخف وطعا البولنديات أنيسكا ردفانسكا تواجه الإيطالية فاليفيا بنيتا على اللقب النعم المصنفة ثالثا شقت طريقها نحو النهائي بتفوقها على الرومانيات السيمونة هاليب بمجموعتين متتاليتين ردفانسكا ثأرت لنفسها من الخسارة أمام هاليب في بطولة قطر مؤخرا مسلسل مفاجآة بنيتا أكملته الإيطالية في نصف النهائي أطاحت أبرز المرشحات للفوز باللقب الصينية نالي المصنفة في الرتبة الحادية والعشرين عالميا أنهت اللقاء بمجموعتين نظيفتين أمام المصنفة الثانية عالميا مع أخبار التانيس ننهي الرياضية المفصلة شكرا للمتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة